موسيقى موسيقى و ليش في مسيحي في غزة في محدود جدا على المحدود يعني عدود جزء بضع آلاف موسيقى في منهم ايش اسمه تراء تعال بيرزيت اليوم الأب مانيويل حقيقة انه قدع وطني رجل وطني لما يوقف في تكلم حقيقة انه مواقفه رائعة لكن موضوع الجزائر يعني هو حقيقة بحاجة الى بحث لكن انا سمعت انه في مناطق بالذات في مناطق القبائل في عمليات تبشير وبعدين موضوع التشيع الكل الان بتكلم عن كيف التشيع شغال ويبدو الحكومة الجزائرية لا تأبه يعني لا تشغل بالها السائق اللي جابني هنا اللي هو جزائري قال لي والله يا استاذ كل التشيع اللي يحكو عليه المخابرات الجزائرية هي اللي جابتها قال لي لي انه لا يحصل شيء في الجزائر بدون موافقة المخابرات وهذا انطباع الناس على فكرة انت ذكرت علي عبدالله صالح قبل شوية بيتر اوبورن هديك النهارك كتب مقال في ميدل ايست اي بمناسبة مرور عامين على انطلاق عاصفة الحزم والحقيقة الرجل يعني باذل شوية جهد جايب احصائية على الكارثة الانسانية التي حلت باليمن يعني اعداد هائلة من القتلى والدمار حتى المجاعة الان بسبب الاوضاع وطبعا هو بيتر اوبورن ماخذ موقف محمل العبئ كله للسعودية لان السعودية هي التي تقود التحالف وطيران التحالف هو الذي يتهم بانه يقصف عشوائيا ويتسبب في دمار هائل ولم يذكر كلمة واحدة وانا انتقدته بعدت له حتى رسالة انتقدته انه لم يذكر كلمة واحدة عن ايران لا يمكن ان تذكر اليمن والدور السعودي وحتى لو ماش عجبنا الدور السعودي في اليمن دون ان تذكر الدور الايراني لانه اللي خل السعودين ينجنوا ويدخلوا هذه الدخلة صح انهم سياستهم الاساس فيها نوع من الاضطراب لكن وجود الايرانيين دخول الايرانيين بقوة انا اعتقدت دكتور انه في مشكلة عند قسم الكتاب وقسم حتى اليساريين اللي يعيشون في هاي البلد في نظرتهم لمسألة ما يحصل في اليمن وفي سوريا وفي زواجية واضحة في المعايير تجدهم لا يأتون على ذكر ما يحصل في سوريا لا انتقادا للنظام السوري ولا انتقادا للنظام الروسي في قصفه الاجرامي الذي لا يبقي ولا يذر بينما عندما يأتون على ذكر ما يحصل في اليمن على طول تبدأ سهامهم باتجاه السعودية وحتى هناك أصواتهم خرجت في البرلمان قبل فترة ينادون بقطع علاقات ووقف نقل استلاحهم إلى ذلك حقيقة ما يجري هناك يعني ما فيه شك أبدا بأنه من ابتدأ القصة كلها مش السعودية ولا من أرادوا التغيير على الأرض من أرادوا التغيير على الأرض يبدوهم التغيير بنحو الأفضل ونحو الأصلح وكان الناس قد خطوا خطوات إلى الأمام في اليمن الذين انقلبوا على هذا وضع هم الحوثيون ابتداءا والحوثيون لم يكن يستمروا أبدا دون أن يكون هناك إسناد حقيقي من دولة أقليم المعروفة وهي إيران وبالتالي إلقاء الحمل كله وإلقاء المشكلة فقط على الجانب السعودي وعدم الإتيان على ذكر الجانب الإيراني في المسألة وعلى ذكر حتى الحوثيين الذين يتمادون في مسألة في مسألة جرائهم حتى على الأرض في داخل اليمن هذا أعتقد أنه ليس من العدالة بس على فكرة لو رجعنا عقارب الساعة على الوراء شوي الحقيقة اللي مكن الإيرانيين في اليمن هو السياسة السعودية الإماراتية سياسة كانت غير رشيدة هم حاولوا إنهم يضربوا جماعة الإصلاح بالحوثيين واتفقوا مع علي عبدالله صالح اتفقوا مع علي على ذلك لكن لما الأمور خرجت من إيديهم وجدوا إنه إيران تدخل بقوة والحوثيون يجتاحون من مدن اليمن المدينة الو الأخرى هنا أسقط في أيديهم لكن صحيح طبعا هو الكارثة الحالية إيران تتحمل جزء كبير من المحلي أنا رأي حقيقة جزء كبير من الأزمة محلي يعني طبعا القوى الإقليمية تدخلت بقوة خاصة السعودية في مسألة محاولة إدارة المرحلة الانتقالية فيما بعد علي عبدالله صالح لكن القوى الضربة للحوثيين لا تمكنهم من فعل من الاستداء على أجزاء كبيرة من يمن بما فيها العاصمة يعني كان هناك موليون كثر في المؤسسة الأمنية وفي المؤسسة العسكرية لعلي عبدالله صالح رأوا أن علي عبدالله صالح هو نظامه كان مفيد بالنسبة لهم والولاء له هو الذي مكن وأجهزة الدولة ضلت معه نعم أجهزة كبيرة واستخدمها ليس كل أجهزة يعني طبعا توجد كتائب كانت مع الثورة من البداية يعني المجموعات التي كانت التابعة أو الوحدات التابعة للأحمر الجنرال الأحمر يعني ذهبت باتجاه آخر توجد يعني تشكيلات طبعا توجد تشكيلات معايدة معايدة للكل القاعدة مثلا في اليمن القاعدة في اليمن إلى حد ما ثقل في الجنوب يعني الموضوع كان أكثر من مجرد توجه إيراني دفع للحوثيين بهذا التقدم العسكري كان موضوع أكثر تعقيدا من ذلك وكان جزء المحلي فيه وجزء المؤسسات فيه خاصة فيما خصى المؤسسات العسكرية والأمنية كان إلى حد كبير موالي للنظام السابق ولذلك يقطع عنه أنا في تصوري أنه أولا يمكن النظر إلى هذا الموضوع على المعيار اللي هو الفاعل والمتسبب يعني إذا أنا ذا سوق السيارة وسيارة أخرى تأتي في طريقي وبالتالي أنا أنحرف بدل ما أصدم هذه السيارة أطلع الرصيف وأقتل واحد بالتأكيد المسبب هو السائق الآخر لكن الفاعل هو أنا إذا نظرنا إلى هذا المعيار نعم الحوثيين وإيران هي المسبب لكن الفاعل الأرقام التي ذكرتها بدون أدنى شك السبب الرئيسي هو القصف الجوي والقصف الجوي غير المبرر إطلاقاً يعني قصف كل المواقع العسكرية والمطارات والمدن وإلى آخره الحوثي بالنسبة إلى حركة يعني الحوثيين أنا أعتقد أنه أن الحركة الحوثية حينما تتهم بأنها هي فقط الجهة أنا ما أعتقد هذا صحيح الشعب اليمني انتفض وثار على الحكومة السيئة في اليمن اللي مشى معاهم كانوا الحوثيين وإلى حد ما القاعدة مشت معاهم لكن غالبية يعني غالبية الشعب اليمني الآن معادة إلى السعودية يعني أنا أنا عندي علاقات جيدة باليمن أغلب الناس اللي كنت أعرفهم اللي كانوا في الغالب مع السعودية باعتبار أنها هي الشقيقة الكبرى التي كانت ترعى اليمن من قدمهم بالتالي من بداية إلى الآن هي اللي كانت تدفع الفلوس وهي اللي كانت تساعد اليمن الآن يقول لك يا أخي أنا شو اللي فهمت أنا نعم الحوثيين جو يحتلوا واليمن وهذه نفس المناقشة اللي يجب فهمها من خبال الموقف الأمريكي تجاه العراق أو تجاه أفغانستان أمريكا قامت بتدمير العراق لأنها أرادت أن تخلص الشعب العراقي من الدكتاتورية من صدام حسين فدمرت البلد دمرت البلد كلها هذه الفكرة أن هناك طائرة مختطفة وتقوم القوات الأمنية بقصف الطائرة من الجو وتقتل المسافرين والمختطف بحجة القضاء على مختطف الطائرة هذا كلام لا يستوي مع العقل طبعا هذا لا يعني ذكرنا قبل الاستراحة الدور الإيراني الكبير في تدمير المنطقة في كل الدول دول الخليج ومع بعض الخليج والدور الإيراني لا يزال مستمر بل لا أستاذ صباح هل تظن أن الإيرانيين كان بإمكانهم أن يحققوا هذا الاختراق لولا همالة العرم؟ أكيد يعني مين ترك لهم المجال؟ مين اللي فتح لهم عواصم العالم العربي؟ بدون أدنى شيء هم يستثمرون منذ فترة يعني أنا الاستثمار الإيراني وإيران بصراحة لعبتها لعبة استراتيجية لحد كبير هي تستثمر في قوات مسلحة غير نظامية موجودة في دول العربية متعددة وبعضها له شرعية يعني حزب الله كان له شرعية كبيرة إلى فترة بسبب مقاومة الإسرائيلي الآن ميليشيات العرقية كلها أصبحت جزء من القوات المسلحة مئة ميليشيات أصبحت جزء من قوات المسلحة هذا باترن يعني نمط متكرر ونجح يعني هم جنرال الذي كتب أو العميد أظن أن الذي كتب مذكرات مؤخرا كان يقول أن أهم استثمار لنا في المنطقة هو حزب الله وفعلا حزب الله خلق ثورة على على مستوى يعني السياسة الخارجية الإيرانية كيف أن يكون لك نفوذ عبر مجموعة مسلحة تغزيها تدربها تدربها عسكريا أولا وأمنيا ثم سياسيا بعد ذلك لأن سيكون لها تمثيل سياسي في فترة ما يعني لها الحزب ولها الميليشيا في نفس الوقت ويؤثر ذلك إما على طريقة الحكم ووقت الحاجة بالرفع السلاح هذا النمط طبع تغير في العراق وربما تكرر في اليمن لكن أنا دازلت أرى أنه يعني الحل الأصغر من قرام بالحل الأخرى وربما أصدر في العراق يمكن لبناني الحل اللبنانية طبعا الحل اللبنانية الحل اللبنانية يعني حزب الله حينما تنظر إلى الخليج الخليج بالنسبة إلى إذا جاء واحد إيراني اللهجة والكلام ما لا تدرك أنه إيراني وبالتالي المواطن الخليجي في كويت أو البحرين أو أي دولة من دول الخليج يعرف أنه هذا إيراني لكن حينما يأتي لبناني ويتحدث باللهجة اللبنانية هذا واحد من أولادنا مننا وفينا وبالتالي أنا ما عندي الحذر منه هذا أكبر شيء اللي صار الآن إيران بدأت تستغل العراقيين في الخليج لأن لبناني أيضا لهج تواضحة العراقي قد ينسجن مع اللهجة المحلية في دول الخليج الآن أغلب الخلايا النائمة وأغلب الأعمال الإرهابية التي تتم في الخليج هي ترتيب العراقيين وليس اللبنانيين اللبنانيين الآن انصرفوا إلى سوريا لأن اللهجة اللبنانية والسورية تتناغم اللهجة اللبنانية في الخليج واضحة اللهجة العراقية في الخليج غير واضحة إيران تستثمر أنا أؤيد 100% ما ذكرت أن إيران استثمارها الكبير هو هذا لكن في اليمن بالذات في اليمن العملية ليست عملية الحوثين العملية كانت بالأصل هو انتفاضة اليمنين ضد الحكومة والسوء الذي كان موجود لكن الدول العربية ساعدتها ودخل معها القاعدة ودخلت معها الحوثين وبالتالي أصبح الغطاء الذي يستعمل أن نحارب الحوثين هم هو هذا ربيع اليمن ثورة اليمن هم أرادوا أن يجهدوها وهذا الذي نراه الآن هو من تداعيات إجهاض الثورة في اليمن يعني كما أننا نرى تداعيات في مصر نرى تداعيات في ليبيا سوريا بالنسبة وسوريا طبعا مصيبة كبرى اليمن تداعيات إجهاض الثورة أو نتائج الثورة المضادة في اليمن هي ما نراه حاليا وطبعا بيتر أوبورن محق في أمر مهم وهو أن اليمن المعروف بتراثه والمعماري الآن هذا يشطب يشطب تماما بسبب هذه الغارات العمياء التي تنفذ في كل مكان هم مشكلة أنه دائما على الأرض سواء كان معالم حضارية معالم حتى البشر والسكان والجغراف كلها للأسف تكون ضحايا استضامة المشاريع عندنا ما واضح أنه عندنا مشروعين مشروع قادم من طرف إيران وللأسف أنه المشروع المضاد الذي احنا توخينا فيه الخير الكثير هو الربيع العربي أنه ليس له رأس وبالتالي الطرف الآخر الذي هو موثل في الربيع العربي ربما يتكئ أحيانا على الطرف السعودي أو الطرف بعض الأنظمة العربية التي تطل برأسها للمساعدة في بعض البؤر هنا وهناك ليس حبا في هذا الطرف أو ذاك وإنما على الأقل لإحداث نوع من التوازن ولو كان هناك فيه أنا أعتقد أنه الطرف الإيراني يعني والذي له قطعا كلمة كبيرة على الحوثيين في إيمان لو أراد أن يوقف شلال الدم هذا الموجود في اليمن على قاعدة على قاعدة أن يكون هناك حكومة ديمقراطية مفرزة شعبيا وأن يكون هناك جيش واحد وكوة واحدة ومؤسسات واحدة أنا أعتقد أنه كان حلت المشكلة منذ أمل وليس الأمر ببعيد وأعتقد أنه بعد طول عهد من الدماء ستقول الأمور إلى هذا يعني لن يكون هناك حل بكسر الرؤوس ما بين الطرفين لا الطرف السعودي ولا الطرف الإيران لا أعتقد أنه ستصل المرحلة لكسر رأس تبقى أحد من الثنين مشكلة الرئيسية أن الأطراف الإقليمية من منهم واحد له الرغبة في استهداف ما تقول يعني تحول ديمقراطي حقيقي بجيش مهني من له الرغبة في ذلك ومن له القدرة على ذلك أيضا لهم يعني لا السعودية ولا إيران بنت ديمقراطيات من قبل يعني أمريكا لها تاريخ في ذلك مثلا يعني وليس لهم مصلحة في التحول الديمقراطي وليس لهم مصلحة بالطبع لا توجد لا الرغبة ولا القدرة يعني حتى لو لهم رغبة وهم لا يعرفون كيف يفعلوا ذلك هذه من نهاية أخرى طبعا إنه هو أيضا لا يتوقف عند فقط عدم التدخل هو يتدخل ليفسد يعني فنا ندينا حالات المراحل الانتقالية فيها انهارت بسبب التدخلات الإقليمية لإفسادها بمتاز صراحة يعني الحالة الليبية واضحة والحالة المصرية أيضا واضحة شوف أنا أحيانا عندما أتحدث في المثل هذه ربما يأميل أحيانا إلى البعد الرغائبي أكثر منه أحيانا للتعاطي حقيقة تتمنى لأنه لأرى الأفق بأنه مسدود في ما يتعلق بالصراح يعني الصراح السعودي الإيراني في المنطقة هذا صراح لن يتوقف بكسر رأس واحد من الاثنين بس على فكرة هم اتفقوا على قضية هم اتفقوا على قضية التنين يعني دون أن يجتمع ودون أن يتفاوض أو حتى يتآمر لكن التحول الديمقراطي في أي مكان في المنطقة العربية هو خطر على السعودية وخطر على إيران بالنسبة لإيران حيطلع نموذج من الحكم يعري نموذجها اللي هو بتدعوهما أنه نظام إسلامي وعندهم شوية ديمقراطية ورتوش حيبين حقيقته لأنه حيطلع عندك نظام ديمقراطي سواء حكمه إسلاميون أو حكمه غير علمانيون أو ليبراليون أو سميه ما شيء يعبر حقيقة عن رغبات الناس بالنسبة للسعودية هذا أيضا مضر وسيسبب العدوى خاصة في ضوء أن هناك عشرات الألاف من الأبناء الجيل الجديد فتيان وفتيات في السعودية من الذين درسوا في جامعات مرموقة في الغرب وفي داخل المملكة العربية السعودية يتقون إلى مزيد من الحرية يتقون إلى تحول ديمقراطي حقيقي ولا ليه وقفت السعودية ومعها الإمارات في وجه التحول الديمقراطي وإيران أيضا إيران التي تستثمر في سوريا تدميرا شاملا لأنه لو استبدل النظام السوري بمنظومة ديمقراطية حينشر العدوى في كل مكان ولا يسرهم يعني لا يسر هذا ولا ذاك المشكلة الإيرانية التخوف في الحالة السورية بالذات هي التخوف من النظام الذي يعني واحد النظام الموجود مؤلي إذا حدث هناك تحول ديمقراطي يوجد تدول للسلطة فلا أضمن أن الحزب الذي سيفوز لأن يكون حزب تموله السعودية وبالتالي يكون لها النفوذ عليه من هنا التدخل طبعا والإجرام الذي حدث بعد ذلك في تقديري بالنسبة إلى الحالة اليمنية نعم بالتأكيد للتدخلات الخارجية يعني بما فيها حتى تدخلات أمريكا يعني الدرونز واغتيال الناس من الجو إلى آخره هو سيلكتف على فكرة طبعا يعني انتقائي لدرجة درجة غير معقولة حتى يخالف القوانين ما للبلد وما لأمريكا وإلى آخره لكن بالإضافة إلى التدخلات الموجودة الإقليمية والدولية في نهاية الأمر في تصور يعني أن الحل سيأتي من أن اليمنيين أنفسهم كما حصل في لبنان في لبنان الحرب الأهلية التي قتل اللبنانيين بعضهم البعض بدعم من إسرائيل والعراق وفرنسا و تركيا و سوريا و الدنيا كلها كان حل خارجي كان حل خارج أيضا حل خارجي فدأ أنه لكن في نهاية الأمر لكن في نهاية الأمر أجدت مبادرة من خارج لكن في نهاية الأمر الذي حصل أن اللبناني شعر أنه خلاص حتى لو بدك تشتري وصل إلى مرحلة بعد انتهاء الحرب الأهلية و بعد لما كانت لسه لا تزال بيروت محترقة كان في زيارة هناك و كان ما فيه لا فيه كهربا ولا فيه يعني في النقل اللي احنا نازلين فيه لا فيه مي ولا فيه كهربا ولا فيه طعام فرح تشتري من واحدة من المخازن يعني شوية أكل فقلت له كيف وقفت الحرب؟ قال لي شايفي الأورنن اللي هناك؟ قلت لهي قال لي هذا اللي فيه يسكن فيها هذا اغتصب خيتي و أنا قتلت أمه و خيه قتل ابن عمي و ذكر لي هذا قال لي وصلنا إلى مرحلة شايفي الكاميون اللي هناك؟ قل لي هذا تبعه هو يروح به للحق اللي يجيب لي الخضرة و الفواكه و يجي يشتري مني الحليب و اللبن يعني بعد ما اجرموا ببعض تمام هذا الخوف الخوف أنه الناس ستصل إلى في الأخير إلى أن تجلس على الطاولة لكن أن تجلس بعد بحر من الدماء ولا تجلس الآن هذه المشكلة الآن الذي أخشى أنه هناك في مبادرات الآن إقليمية و دولية للاستثمار في حالة الصراع القائمة في المنطقة ما بين السعودية و إيران الآن يدخل ترمب بشكل واضح جدا على فكرة الآن إقامة إقامة حلف ناتو جديد في خليدي حلف ناتو جديد خليجي بوجود أمريكي في هذا الحلف و لكن بتمويل خليجي من أجل الدخول في صراع مع إيران أو هذا إسرائيل عنصر أساسي في هذا و إسرائيل الآن طبعا نتنياهو الآن حاليا هو من أولئك الذين يدعون إلى فكرة إقامة حلف سني و الآن أنا أعتقد أنه زيارة السيسي بعد الكمة هذه اللي حصلت زيارة السيسي إلى واشنطن و في زيارة ملك عبد الله و زيارة أبو ماذن وغيرها في أقوال كثيرة تشير إلى أن هناك سيكون تمهيد لعقد الكمة كمة خليجية إقليمية إسرائيلية بمعنى أن تجمع أمريكا مع دول الخليج مع إسرائيل بمباركة السلطة الفلسطينية بوجود السلطة الفلسطينية و الوصول إلى نوع من التطبيع حتى مع الكيان الإسرائيلي بدون قفزا عن القضية الفلسطينية أستبعد أنه يصل يمكن لسه مبكر أنه الزعم العرب يجتمع مع الإسرائيل ليس من الضرورة هم يجتمعوا بس بالخفاء تمام أما أنه يجتمعوا أمام أمار الناس سواء في مدريد إلى حد ما حملوها في مدريد لكن أنا أعتقد أنه أولاً أنا بالنسبة لموضوع ترامب هو مسألة غريبة لأنه أنا ما متأكد أنه حتى في الغرب في أوروبا وفي بريطانيا مش عارفين ترامب إيش اللي بده وأنا أزعم أنه ترامب هو شخصياً مش عارفش في الليه لأنه حتى على السياسة الداخلية مالتين على الأقل خمس أو ست أشياء اللي طرحها فشل فيها طبعاً وبالتالي بالنسبة للحديث على السياسة الخارجية أنا أعتقد أن الدول العربية بصورة عامة كل واحد مشى بالتفكير ماله بالأمنيات مالته وتستزأ كلمة من كلمات ترامب لما كان مرشح للانتخابات وخذها باعتبار أن هذه هي سياسة ترامب القادمة لا شك أن أمريكا أكيد لا شك أن أمريكا لديها بالتعاون مع إسرائيل فكرة استغلال الوضع العربي ولا شك أن لديها فكرة أنه العرب يجب أن يتفقوا مع إسرائيل وطبعاً لما عندنا الدولة المهمة اللي هي المملكة العربية السعودية هي وضعت الخطة قبل أدة سنوات والتي نتوسل بالإسرائيليين وهم رافضيها اتفاقية الصلح وكل يوم يطلعون بفكرة أنه مستعدين لنبادل السلام مع سوو النهايك ولا حد معبرهم ولا حد معبر فيهم لكن الخط السياسة نعم موجود لكن هناك عقبات أنا في زعمي أنه بالرغم من القيادات العربية الضعيفة أو اللي غير قادر على القيادة بالرغم من كل هذا لا يزال هناك رأي عام يرفض هذا يعني هاليوم كل الصراع اللي موجود بين فتح وحماس كل يعني الأشياء المشاكل اللي نعرف عنها واللي ما نعرف عنها في نهاية الأمر العدل المشترك هو تبقى إسرائيلي يعني السلطة تتعامل مع إسرائيل هي الشرطة ما لا وا 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 لكن لك تعلم أنه الرأي العام في مصر لليوم رغم كل وسائل القتل اللي مورثت ضدها الشعب والسحق الفكري والثقافي والإنساني حتى لازل في الرأي العام ضد السلح أو كام ديفيد على استمثال وهذا الذي يعنيه أنه ليس بالضرورة كون الرأي العام في ممانع لفكرة التطبيع مع الاحتلال أن يأتي نظام سين أو صاد خاصة في ظل الهواجس يعني في عندنا هواجس حقيقية جماعة بشكل عقب على فكرة الرأي العام لكن لا تنسب أنه هناك هواجس حقيقية لدى الأنظمة في الخليج وتحديداً النظام السعودي من إيران عندهم هواجس حقيقية وليست مصطنعة وليست متخيلة بأن إيران هي تناقض وجودي لها مع النظام السعودي وبالتالي الاستثمار في هذا الهواجس دكتور هذا ليش ممكن يعني كأنه عندنا العشرين سنة الماضية العلاقة مع إيران كانت فيها سلب وجاذبة يعني كان مرات أنا لازلت أذكر يعني صورة الملك عبد الله وهو حاطت إيده بإيد أحمد النجاد نظر صحيح يعني أجت عليهم فترات كان في تقارب شديد لا يستبعد أن يعود هذا التقارب بناء على مصالح معينة أو إيحاء أو إيحاء أو إيحاء يعمي يقول لك أعمال لتعمل يعني ربما الذي يبعد هذه الفكرة حاليا عن أنها تكون ممكنة حاليا وهو الصراعات وحدتها ودمويتها الموجودة في المنطقة بس الآن في كلام عن تقارب على فكرة سعودي عراقي وهذا مزبوط وهذا مؤشر صحيح لأنه مين يحكم العراقي الآن صحيح الجبير راح إلى بغداد وهم أسقطوا وأسقطوا على فكرة الكستة الإيرانية أسقطوها من البيانة طبعا بإعاز من أمريكا الجبير وزير الخارجية السعودي ذهب إلى بغداد لنقل فكرة الأمريكان لأن الأمريكان طلبوا يردون إصلاح حلاقتهم مع السعودية فطلبوا من السعودي أن تبدأ بلعب دور وقال لهم أنه جزء من الدور اللي ممكن أن تلعبوا وأنه يا أخي يروح وكلموا ذول العراقيين خلوهم شوية يسوون السياسة الداخلية هذه ما للشيعة والسنة يخففوا عنها ونحن مستهدين عاون والجبير بعد قبل أن يذهب العلاقة بين السعودية والعراق وصلت إلى أسوأ ما يمكن بدأت شتائم بين حكومتين شتائم رسمية من قبل المسؤولين بالدولتين وإذن الجبير يروح إلى بغداد لإرسال رسالة لكن الرسالة هذه تتناقض مع الموقف الإيراني وبالتالي لم يحصل شيء لكن هناك محاولة طبعاً لإعطاء السعودية دور في المنطقة الآن أكثر من السابق لأن أمريكا تريد تعيد الأمر للسعودية لأن لديها أشكال مع مصر مشكلة أمريكا مع مصر أنها تشعر بالخجل من الموقف المصري مع السيسي واعتقال الناس والقتل والإرهاب وكل هذه الأشياء الموجودة أصبح الموقف وهذا تجد أيضاً في بريطانيا كثير من السياسيين لا يؤيدون لإخوان المسلمين وأصلاً هم ضد أي شيء اسمه إسلام سواء كان إسلام سياسي أو إسلام متطرف أو أي شيء اللي اسمه إسلام مش عايزي لكن حينما يكون الطرف الآخر اللي أنت معاه يعني يخجلك يخزي يعني يخزيك فلذلك بالنسبة للأمريكا الآن تبحث عن السعودية أن تبدأ بأولاً خلق دور موازي إلى إيران ثانياً خلق دور موقف عربي شيء ما ممكن أن تتوسط في هذا طبعاً الأردن استهلكت لأن الأردن استهلكها للملف السوري الملف السوري الأمريكان دخلوا الأردن كثير أكثر مما كان يجب على الأردن أن تقبل قوات اللي نزلت وموضوع التسليح وموضوع المعارضة وإلى آخره الموقف اللي لكن لا انسحبت الأردن بعيد انسحبت لكن الآن الأردن بس يدفع ثمن الأردن الآن فيه تقرير شفته أول أمس عن إحصائية مذهلة عن أعداد الأردنيين المنضوين ضمن داعش وهذا رد فعل يعني رد فعل على هو تعرف أخي أنا بديت أخشى من استعمال كلمة داعش لأنه بدأ outine حينيه اشتركوا في القناة